اشتركوا في القناة وموجه اول محاسبة سابقة كل عام وانتم بخير هننهي النهاردة ان شاء الله اخر مواد شهر ابريل للصف الثاني التجاري مادة الانجليزي تمام مادة الانجليزي الخاصة بشهر ابريل النهاردة حلمان ان شاء الله كده بطريقة مبسطة جدا سؤالين عندنا سؤالة شوز اختار زي معودناكم بنحاوله الكام يونتس اللي هما مقررين على شهر ابريل ناشي بنلموه لكم ببساطة كده نمرة واحد نقول لي نقط يوريتن زي ريبورت نقط يوريتن زي ريبورت عايز بنقولك هل انت كتبت التقرير قد بالك معي باكي للآتي طيب احنا عندنا الدمائل بتاعة الملكية عندي اي ووي بتاخد ايه بتاخد هاف تمام كده من فربيتو هاف وهي وشي وإيتي بياخده ايه هاز يبا نقولي ايه نقوله هاز يوريتن ولا هاف يوريتن ولا دو ولا داز تقولي لأ هاف هاف يوريتن هاف يوريتن زي ريبورت هل كتبت التقرير تمام كده ماشي على اساس هنا عندي اللي هو المضارع التام تمام كده البرزنت بيرفكت اللي هو بتكون من هاف او هاز زائد البسط بارتسبه اللي هو التصريف التالت للفع أنا عندي ريتن هاو البسط بارتسبه للتصريف التالت يبا حياخد ايه تاخد معايا هاز او هاف الضمير يو بياخد ايه هاف طيب اتنين هي نقط just finished his work هي نقط just finished his work أنا بقول هو حالا لسه دو بخلص او انهى العمل بتاعه تقولي طيب انت ولتن من شوية هي وشي وإيد بياخدوه هاز يعني كأن الجملتين دول على الايه على المضارع التام اللي هو البرزنت بيرفكت تمام الفؤانية يو اخدت هاف طيب هي بقى تاخد هي بقى هي هاز هي بقى هي هاز just finished his work تمام أنا كاتب لي دو ولا دز ولا هاز ولا هاف هي بقى هي هاز جميل ما هي اصل الوحدة ديت كلها بتتكلم ايه على البرزنت بيرفكت المضارع التام I have already نقط my work I have already انا بالفع انتهيت من عملي قديت عملي طيب فعلا يؤدي اللي هو ايه يفعله يؤدي دو I do دي دن أيوة دو دي دن البسط برتسمه للتصريف التالي بتاع في البتو دو لو دن يبقى I have اللي عرفني كلمة already تمام بتيجي مع البرزنت بيرفكت المضارع التام يبقى I have already بيقولي دو ولا ديد ولا دن ولا دز يبقى دن ما يورك انا بالفعل انتهيت او خلصت او قديت عملي تمام اربعة are the questions difficult انا بسألك بقولك يا الاسئلة صعبة are the questions difficult تمام كده انت عسول ايوة الله هي صعبة تمام اه are the questions هي كلمة questions اللي هي الاسئلة لو شلناها هنضمير بتاعها ايه هنعط لها they تمام are the questions difficult يقولي yes it is ولا yes the are ولا yes are z ولا yes z where اقوله اه طب بص اقولك انا حاجة بقى والسؤال بدأ ب are جميع يبقى انا عايز الاجابة الاخير هي اه مظبوط كده يبقى نقول له yes it is ما تنفعش yes z are ايوة تمام ولا yes r z لا ولا yes z where يبقى yes z are تمام الجملة الخامسة have you نغط seen an elefant وقالك هو انت عمرك ما شفت فيه لأبدا يعني ما شفتش فيه من قبل مثلا have you ايه ها طلبونك زمان كان زمان يقولك ever never ever never ever never يعني مطلقا أبدا اه لا ايجبى never بتنفي ايه ever ايجبى have you ever seen an elefant ألم ترى فيه من قبل شفتش في حياتك خلص قبل كده فيه ايجبى have you ever seen have you ever seen ايه an elefant بقول لي was ولا ever ولا never never ديه اللي النافية ولا يت يعني حتى الآ وطبعا ووز الماضي بتاع verb بتويل وإز have you ever seen an elefant ألم ترى فيه من قبل تمام طب الجملة اللي بعدها she has already هي بالفعل نؤذة لترز عايز نقول لي بالفعل كتبت كتبت تقول لي اخد بقى قص حسن الجملة المعظمة وتشبه ايوه يا سيد انا بقول لك الوحدة دي بتتكلم على present perfect فأنا اجيب لك أمثلة متنوعة نوصل لك بها الفكرة she has already خلاص قول لي انت قلتين لنابلي كده already ديت من الكلمات اللي بتيجي مع present perfect المضارع الت والمضارع الت بتكون من هاف أو هاز زاد البست بارتسبل جميع طب ادي شي هاز يبهات لتصريف التت الفعل بتاع الجملة وخلاص she has already نقاط 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 بالجملة اللي بعد كده I think it's not next week I think it's not next week أنا أعتقد كده إن الشكلها هتشتي الإسبوع اللي جاي سوف يعني تمطر I think it's not next week هنقول إيه Is raining استمراره ولا ويل rain سوف تمطر ولا rains تمطر يبقى منقوله I think it will rain next week تمام ولا بقوله بتفكر كده بتخطط إن هي تمطر جملة تمانية please من فضلك no as soon as possible بقولك من فضلك دعني اجعلني خليني نعرف حالا عرفني الحاجة دي حالا يبقى please till يغبر ولا ميك يجعل ولا ليت آه ليت دعني please ليت دعني آه no as soon as possible يبقى ولا ميك ولا ليت ولا هاو يجبع عندي ايه ليت الجملة اللي بعد كده بنقولك شكرا على استفسارك thank you for your متشكرين على استفسارك عني أو عن البضاعة أو عن السلعة طب احنا عندنا في البزنس ايه اه اللي هو inquiry الاستفسار inquiry استفسار inquiry استفسار ايوة يبقى thank you for your يبقى نحن دور على الفعل اللي هو اخره ايه يبقى inquiry استفسار ولا inquiry استفسار ولا inquiry استفسار ولا inquiry استفسار لانا بقول على استفسارك يبقى thank you for your inquiry شكرا لستفسارك الجملة اللي بعد كده زبلين is not to succeed انا بقول الخطة كده محتمل ان هي تنجع الخطة اللي احنا حطنا زبلين is to succeed اه بقول unlikely 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 اه يعني مش اوي يعني ولا probably محتمل ايوة محتمل ولا certainly بالتأكيد ولا شور مؤكد فانا بقول لك لا محتمل زبلين الخطة is probably to succeed من المحتمل ان تنجع طيب الجملة اللي بعد كده ماشو دي مهم اوي sales المبيعات read shit وصلت لكام ل 15 مليون ال 15 مليون نقط مارش عايز نقول في شهر مارس في شهر مارس طب يعني ما احنا سابقوا وقلنا الاشهر بتاخد ايه proposition حرف gare ان sales read shit المبيعات وصلت 15 مليون في شهر مارس بقول لقون ولقات ولقين ولفور يبقين مارش في شهر مارس 12 بورشيز المشتريات في اللي يعني انخفضت في المعنى يعني سقط او نزلت او انخفضت 5 مليون نقط january and february اه بنعجز بقول ايه في الفترة ما بين المشتريات انخفضت قلت 5 مليون ما بين يناير وفبراير يبقى بقول لتو ولا فور ولا بتوين نقول لا بتوين تمام ولا اين طبعا بتوين يبقى بورشيز المشتريات في الفايف مليون بتوين january and february تمام طيب ده سؤال جميل ومغطي الكام يونتز السري او فور يونتز بتوح شهر ابريل نجي السؤال التاني في الانزاز بيس فورم زالست بلو في الانزاز بيس فورم زالست بلو املأ المكان الخالي بكلمة من القائمة السفلة زي ما عودناكم بنجيبوا مجموعة كلمات ماشو مترجمها لكم بالعرب اهو اهو ومجاوبها بحسب اولاك تضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب او املأ المكان الخالي بكلمة من القائمة السفلاء ايه الكلمات اللي عندي فورجة نسا هريب اسرع يلا بسرعة الاطرح هييفوتك الوتوبيس هييفوتك المعاد الامتحان هريب يسرع فلايت رحلة طيران ييت حتى الان لسه مخلص الشغل الحد دلوقت روت ماضي بتاعي رايت يكتب يبديه كاتبة غالي السمن وعد وعد مني ان انا ما نجيبش سيرة لحد ايه والله ما هقول لحد اي حاجة على الكلام او الحوال اللي دار بينه بينك بروميس وعد او يعد تينك يعتقد او اعتقاد تراي ايت اون اه يقيس انا الجاكت ده عجبني او مو كنيس بتقول البياح كمو كنيس اللي هي الجاكت ده هافنج تناول وجبة هافنج تناول وجبة تمام كده طيب تعال شوف الجمل كده واحد وي هافنت فينشد اكسرسايز نوع انا لم انتهي من الاكسرسايز حتى لقاء يبايت ايوة وي هافنت فينشد اكسرسايز يت لم انتهي من الاختبار الاكسرسايز حتى الان يبايت اتنين اي نقط زالتر يستر دي تقول طيب يستر دي بتيجي مع البسط سنب اش كده اي الماضي البسيء انا بقول اي انا كتبت الخطاب امس اي روت الماضي بتاع رايت اي روت زالتر يستر دي تلاتة دونت نقط تو ميك يور هومورك قولك او عك تنسى تعمل الواجب بتاع لا تنسى دونت فور جت تو ميك يور هومورك لا تنسى ان تؤدي او تعمل الواجب بتاع اربعة زالنق تو لندن ويل بي سيرتي منت سليت انا عايش دور رحلة الطيران رحلة لندن تو لندن ماش سيرتي منت سليت هتتأخر تلتين دقيقه تلتين دقيقه حتى رحلة الطيران تو لندن ماش سيرتي منت سليت هتتأخر تلتين دقيقه الجملة بقى لقد لقد سolu 지 بي ماء بتقول لي ماء انا 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 هتا نخلص ايه الحاجة دي النهاردة I don't think انا لا اعتقد ايوه انا لا اعتقد we will finish this today ان احنا حنيني هذا العمل اليوم الجملة اللي بعد كده I will I will او I shall not lunch with my friend's tomorrow اه بتقول انا سوف اتناول وجبة الغداء مع اصدقائي tomorrow غدا I will a having ماشي فير بتوافع عن اياملك مش كده لأ هنا لما انت الباوض بنقول ايه تناول I will having lunch with my friend's tomorrow انا سوف تناول وجبة الغداء مع اصدقائي tomorrow ايه غدا طيب وعد الرجالة كلمة الرجالة I not I will not till anyone I promise اوعدك I will not till anyone انا مش حلوك باي حد عن الموضوع اللي بنا زي سكرت السر اللي بنا مش حنقوله لحد I promise اعد اعدك ماشي انا بنوعدك وعد يعني مني I will not till anyone طيب الجملة اللي بعد كده he is boss رئيسه رئيسه في العمل يعني اسكد ساء نقط لاحظوا دخل باك الكلمة دي مش مكدومة من الكلمات اللي فوق انا ضعيفة من عندي هاو he is boss اسكد how much will it cost اه تكلفتها هتبقى كام الحاجة دي how much will it cost يعني كام سوف تتكلف بحيث بص اسكد ساءل how much will it cost كام سوف تكون التكلفة بتاعتنا الجملة اللي بعد كده he said he said هو قال it may be too expensive قال الحاجة دي ربما تبقى غالية ربما it may ربما it may be too expensive ربما تكون غالية جدا he said he said it may be too expensive جميل الجملة اللي بعد كده you are going to خد بالك معايا بها going to دي بتأدي الفيوتشار سيمبل اللي هو المستقبل البسيط اللي ممكن تحل محل شها الاول you are going to be late انتو شاكلكم كده حتكونوا متأخرين حتتأخروا يلا بقى بسرعة شوية هاريب اسرع او اسرعوا you are going to be late هاريب اسرعوا الجملة الاخيرة I like this jacket الجاكت ده عجبني عجبني انا حبيت الجاكت ده I like this jacket ماشي may I try eat on please من فضلك ممكن نقيسه ممكن نقيسه نجربه كده يبقى I like this jacket may I try eat on please من فضلك ممكن نقيس الجاكت ده تمام كده ادي سؤالين شاملين منهج شهر برير في انجليزي الصف التاني اللي كل الكومنتات والتعليقات والاستفسارات يا استاذ حسن انجليزي تانية فين انجليزي تانية فين بسلامة الله اهو اهو مسجلوا هوت وقرآن الفجر الشغال ربنا يتخبل مننا ومنكم يا رب العالمين وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة